السلام عليكم ورحمة الله هنعمل بقى النهاردة بقى يا حبيبي التونة الجهزة التونة المعلبة الجهزة هنعملها في البيت بمنتهى بقى النظافة والحلاوة وما فيش مؤات حفظة ما فيش زيود كتير حاجة تانية غير بتتبع جهزة والله يا بنات الشربة دي اللي انا سويتها فيها كانت تتشرب شربة يا بنات يعني باسم الله ما شاء الله وانا بسويها لكننا في مطعم اسماك يا بنات بنشرب شربة سيفود كانت اطعم كمان حطت عليها بقى شوية خضار وشوية منكهات وشوية بهرات كانت نخليها في طعم تاني وتاني يا حبيبي حطت كرفس عشان الزفورة معروف ان السمكة دي سمكة اللي بنعمل بيها التونة بتبقى زفرة شوية حطيت كرفس باسم اللي هنشوف الطريقة والخطوات وفضلا وليس امرا يا حبيبي يدعموني بلايك اول حاجة كده انا غسلت البطرامونات بماء سخنة وبعقمها ربع ساعة في الفرن اي بطرامونات بقى موجودة في البيت بعد كده اتنين كيلو سمك دول يا بنات سمك المكاريل ممكن يا حبيبي تعملوه بالتونة او البلاميطة نظفتهم كده زي ما انتم شايفينه عشان احنا في الصيف حطيت كده قطعة تلج وسبتهم في الملح واللمون ساعة محطتش طحينة محطتش اي حاجة وما كانش فيه اي رحة زفارة برضو يا بنات بسبب الكرفس بسم الله طيب انا معايا بصلية كبيرة او بصلتين وتلت فصوص طوم او اربعة وجزارتين او جزارايا عادي وفلفل حار يا بنات اللي هو القرون ده وطبعا الكرفس واللمون وفنجان زيت وفنجان خل وبعد كده يا بنات من كل حاجة معلقة صغيرة ركمون حصة فلفل اسود حصة حبهان اربع فصوص برضو مستكة لو امكن ورنفل ورق لوري ملح خشن شطة وبابركة معلقة شطة ومعلقة بابركة كل المكونات دي انا هكتبها لكم في صندوق الوصف يا بنات بسم الله في مياه كده بتغلي وبنزل بقى بفنجان الزيت والخل وشوية الخضار وشوية البخارات بسيبهم قدي ايه بسيبهم يا بنات دي ائتين تلاتة يغلوا على نار عالية خدوا الطريقة بصوا يا بنات طريقة يعني بسم الله ما شاء الله من وجهة نظري انا دي احلى طريقة لعمل التونة المعلبة بسم الله وتاني حبايبي تعملوها بالتونة بسمكة التونة او البلاميطة او المكاريل كله شغال لكن الاقرب للطعم البلاميطة والتونة بسم الله نزلت كده بالسمك بعد ما المياه كده غلية دي ائتين تلاتة بشوية المنكهات دي وهتبدأ تغلق كده من الجناب هغطي عليها وقعدت معايا بالضبط يا بنات نص ساعة لخمس دقائق ما تهرتش يعني بعد تلت ساعة شفتها كانت لسه شوية عليها دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله بصوا يا بنات مستوية سوى كامل بس متمسكة وانا بسويها بقى يا بنات يعني زي ما يكون كنا في مطعم سيفود عارفين يا بنات السيفود شربة السيفود الشربة دي كانت زيها بالضبط والله يا بنات كانت اطعم كمان بسم الله بعد كده هقشرها انا هصفي الشربة دي زي ما انتم شايفين كده صفتها بمصفة زي دي اللي قدامكو دي وبعد كده رجعت وصفتها تاني بمصفة نعمة اللي بنصفي بها المشروبات بعد كده اشرتها في عجلة سريع عشان وقت الفيديو يا بنات شلو الاشرة اللي برا واقعدوا كده حطتها على الطابلاء واقعدت اشرتها كده برحت بعد كده معلقة ملح معلقة خل فنجان زيت فنجان خل وملح وكمون وبحصوره بقى لامونتين بسم الله بعد كده بقلب الحاجات دي كلها في بعض وباخد يا بنات من الشربة اللي انا صفتها تاني قلت لكم انا صفت الشربة دي مرتين باخد منها كده شوية واللي تبقى يا بنات بسم الله ما شاء الله لأيال كانوا بتشكلوا عليه بقول لكم يا بنات بالضبط كانت عاملة زي شربة الجنباري وشربة السيفود وكانت طعمة قوي يا بنات وصحية غير الجهزة يعني واوفر كمان ممكن تقطعوها بصنا شايلة الاشرة اللي برا ممكن تقطعوها يا بنات ممكن تسيبوها صوابق وساعة التقديم بتعصروا عليها لامونة وبتهرسوها بشوك بسم الله بعد كده برصها وبأنزل بقى بالمحلول الرائع ده وبغطى محبك بقى وبقفلها بتعود قد ايه بتعود 15 يوم يا بنات في التلاجة ما بزودش عن كده والشربة دي بسم الله ما شاء الله جربوها بقى يا بنات يعني وقتروا شربة العالة هتشكل فيها تشكل عليها كانت رائعة جدا يا بنات والبطرمان من ده يا بنات بسم الله ما شاء الله قدع البيتين من الجهزة أو تلات أنضف وأوفر من الجهزة وحاجة بيتي كده نضيفة قوي وصحية وحبيبي أنا عملت الفيديو على أكمل وجه لو عجبكم ادعموني بلايك واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته